وبنحفظها طبعاً بتاعها. بعد كده ببدأ أشوف اليونت الجديد بالنسبة لنا. مديني في يونت سيفن عنواننا اسمه into the country side. into the country side. يعني في الريف. في الريف. المحادثة اللي عندي زي ما احنا شايفين في الصورة موجود هنا طبعاً او جرانما او جرانماذر. وعندي طبعاً هنا وهاني بيكلموا جدتهم on the phone في الموبايل. اول سؤال بنبدأ به الترم التاني. where are you grandmother? where are you grandmother? اين انت يا جدتي? انت فين يا تيتا? where are you? where are you? انتفقنا طبعاً اني لما مسأل بare you بحولها في الاجابة لأيام. I am. مسأل are you بحولها في الاجابة لأيام. I am. وقلنا ان كلمة where بنسأل بها عن المكان بمعنى اينة. يبا لما قول where are you? اين انت؟ ردت الجده هنا وقالت I am in the park. I am in the park. سلام عليكم يا تيتا. I am in the park. It's beautiful. هي مين اللي beautiful? جميلة. دوصف البارك هنا اللي هي بيوتفول جميلة. وببدأ يديني هنا جزئيات الجرامر الجديدة عندي اللي هي استخدام زر از او زر ار. لما اقول زر از بمعنى يوجد المفرد يبا يجي لي بعدها اسم مفرد. طب الاسم المفرد اللي عندي انا بميزه ازاي او بعرفه ازاي قلنا بوجود الا او الان قبله. فلما اقول ارينبو معناها قوس قزح. قدر اقول زر از ابنش. زر از اريفر. زر از ابارك. زر از افلاور. زر از اتري. زر از ابوي. زر از اجيرل. يبقى ازا بعد زر از هنتظر ا او اان واسم مفرد. ليه? لان عندي از بمعنى يوجد للمفرد. يبقى زر از ارينبو in the sky. هو الرينبو ده بنشوفه فين? في السماء. في السماء في السماء. مرة تانية. where are you? i am in the park. it's beautiful. there is a rainbow in the sky. بتبدأ هنا تسأل جدتها. سؤال تاني. is there? قال له. هي ايه حكاية زر از? وايه الزير? قلنا زر از يوجد. عشان كده نهاية الجملة عندي فلسطوبة. جملة عادية. انما لو بدأنا ب is يبقى باقت الجملة اللي قدامي السؤال. معناها هل يوجد? is there a bench in the park? هل يوجد مقعد في البارك? هو فيه مقعد عندك في البارك يا تيتا? قالت لها طبعا ييس. زر از. ايوه. ايكا لماذا يا ابو? i am on the bench now. وانا اعدى على البنش دلوقتي. وانا اعدى على البنش دلوقتي. i am on the bench now. يبقى is there a? او is there an? is there a? او is there an? لان عندي is زر. بنسأل بيها عن الاسم المفرد. بنسأل بيها عن اسم مفرد. تمام? يبقى is there a bench in the park? بجاوب by is there is. او no there isn't. ولكن ده موجود عنده هو. يبقى yes there is. i am on the bench now. انا قاعدة على البنش دلوقتي. هاني بيسأل سؤال تاني. is there a river? is there a river? يعني هل يوجد نهر? هو في نهر في الباركة عندك يا تيتا? is there a river? فجاوبت هنا وقالت no there isn't. no there isn't. اذا ملخص المحادسة كلها في ثلاث اسئلة. السؤال الاول لما اقول where are you? لما اسأل حد واقوله اين انت? بقول where are you? عشان اجاوب على where I am. والمكان اللي انا موجود فيه. زي I am in the park. او I am at school. او I am at home. تمام? بعد كده قلنا is there a bench? is there a river? قلنا ايه حكاية uh bench or a river? ده اسمه اسمها مفرضة. اسمه مفرض. باسأل عنه بis ولا blir? قلنا بسأل عنه بis. Из. ويبقي is there معنا هل يوجد للمفرض? هل يوجد للمفرض? لما اسأل بiis there إجابتي على طول لازم تكون yes, there is or no there isn't no, there isn't تعالوا نشوف المحادثة مرة تانية where are you, grandmother أين أنت يا جدتي I am in the park أنا موجودة في البارك في الجنينة it's beautiful البارك دي جميلة there is a rainbow in the sky there is a rainbow in the sky ليه استخدمنا is هنا لأنه لأنه عند كلمة rainbow مفرد يبقى باستخدم قبلها is طيب, there is a rainbow in or on or at لا إسمها in the sky في السماء is there a bench in the park هل يوجد مقعد في البارك قالت yes, there is I am on the park I am on the bench now أنا أعدى على المقعد الآن is there a river هل يوجد نهر ونه no there isn't يبقى السؤال اللي أوله is there إجابته yes, there is أو نوزر isn't 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 باجي بعد كده بيبديني بعض الجمل المهمة زي in the park there is a river يوجد نهر بلانتس نباتات جراس وحشائش and a tree وشجرة in the park there is a flower that I love to see بتوجد وردة اللي أنا بحب أتفرج عليها there is a flower that I love to see in the grass معناها على العشب أو على الحشائش there is an ant there is an ant توجد نملة in the flower في الوردة أو على الوردة there is a bee توجد نحلة in the tree على الشجرة there is a bird يوجد طائر that I love to see اللي أنا بحب أتفرج عليه أو أشوفه إذن مطلوب مني هنا هوت أني أأكد معلومة there is an an أو زرز a زرز an أو زرز a إمتى an وأنا بستخدم an قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف متحرك زي ant زي apple زي egg زي elephant تمام أما الأسماء اللي بحرف ساكن زي a bee أو a bird أنا بستخدم طبعا قبلها الإعادية خالص ولكن بستخدم قبلها is لإني بتكلم عن اسم مفرد حاجة تانية لازم أخلي بالي منها لو أنا بقول an ant معناها one ant لو قلت a bee معناها one be a bird معناها one bird a flower معناها one flower تمام يبقى ال a أو ال an بيسول لاتنين كلمة one وسواء a أو an أو one يجي لقبلها زير is زير is كلمات اللي عندي في الدرس الأول مديني كلمة country side country side معناها الريف a park اللي هي حديقة عامة beautiful صفة بمعنى جميل أو جميلة rainbow ونقوس قزح a bench اللي هو مقعد طويل a river بمعنى نهر a flower وردة grass عشبة أو حشائش a tree الشجرة a plant نبات sky السماء grandmother جدة هيجي ألاحظ هنا في الكلمات اللي عندي طبعا have's طبعا have's ألاحظ هنا إنه مديني كلمة grass ما فيهاش a ولا an ليه لإن كلمة grass زي كلمة water زي كلمة milk مالها ما بتاخدش لإيه ولا an ما بتاخدش للإيه ولا الان ولا بتاخد إس جامع هي grass بس هي water تمام ما أنا بقولها هو عشان ما بتتعذوك اسمها اسم كمية ما بتتعدش ما بتتعدش يبقى ما ينفعش أكتب قبلها لإيه ولا آن ولا زود لها إس جامع تمام يبقى there is grass there is grass تعامل معاملة مفرد هي مفرد ولكن ما بتصبقش ما بكتبش قبلها لإيه ولا آن ما كتبش قبلها لإيه ولا آن تعال هنشوف القاعدة بتاعتنا اللي عندي قاعدة اسمها there is بمعنى يوجد للمفرد يعني إيه يوجد للمفرد يعني بيجي اللي بعدها اسم مفرد زي there is a boy أو there is an apple a أو an اللي بستخدم بعدها اسم مفرد طيب لو الجملة عندي أولها زير يبقى آخر الجملة فلسطوب إنما لو أنا عكست الجملة وقلنا is في الأول أصبحت كملة سؤال يبقى question mark يبقى question mark أيضا بيقول لي إن there is يمكن إنه يجي اللي بعدها اسم كمية يعني اسم ما بيتعدش زي كلمة grass أو كلمة water أو كلمة milk فاضر أقول له there is water توجد مية there is milk يوجد لبن there is tea يوجد شاي there is grass يوجد عشب أو حشائش بدون الآي أو بدون الآن بيقول لي إن there is اختصارها there is و there is not اختصارها there isn't طيب اديني جمل بقول there is a bird in the tree يعني إيه in the tree هنا معناها على الشجرة أو فوق الشجرة there is a bird in the tree أجيلي في الأسئلة يقول لي there is a bird in the tree طالما بقول there is a bird in the tree a يبقى هقول له there is طيب there is a bird ولا bird ولا bird لا بقول له اسمها there is a bird there is a river there is an ant there is grass there is grass there is grass ده في الجملة العادية اللي آخرها فلسطوبة طب لو حبينا نعملها سؤال هنبدل هبدأ بإسفل أول وبعدين زير ويبقى معنا الجملة هل يوجد هل يوجد هو فيه كذا إزر a أو إزر an أو إزر والإسم الكمية اللي عندي فقدر أقول إزر أفش إنزاريفر شايفين فش قدامنا هنا في المية إزر أفش إنزاريفر أقول له آه إزر 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 مديني زير بتنزل زي ما هي زير زي ما هي زير بسأل بإز يبقى إجابة برضو إز يبقى لما قولك إز زير هتقول لي إزر إز أو نو زير إز زير إزن زير إزن يعني زير ما بحولهاش لحاجة لا ما بتتحولش لحاجة زير هي زير وإز هي إز أو إزن لو أنا جاوفت بمين نو بنو ومنساش إن بعد إز أو نو في حاجة اسمها الكومة اللي هي الفصل دهية تمام تغير آه قعلوا نشوفي المحادسة ما بين الولد والبنت بيقول لها إزر أتري هل يوجد شجرة هو أنت شايفة شجرة إزر أتري هلدتو إز زير إز أيوة في طب إزر أفلاوة إزر أفلاوة هلتوجد هنا وردة هلدتو نو زير إزن نو زير إزن نو تعالوا نتضرب الصورة الأولى يا مايا بقول إتس آرينبو ولا إتس آبارك إتس آرينبو إتس آرينبو يبقى بنعلم علامة صح فيه الصورة الأولى نمبر تو يا عيسل إتس آبينش ولا إتس آرينبو إتس آبينش إتس آبينش إتس آبينش بمقعد طويلة هو يبقى بنعلم برضو في نمبر ون محمد حسام بقول إتس براون ولا إتس يالو إتس يالو إتس يالو بنعلم في نمبر تو يالو باجي بعد كده يا هانا مديني الكلمة وعايز أخد صورتها فلاور فين فلاور نمبر تو نمبر تو أهي فلاور يالله يا يحيا جرين آخر واحدة آخر صورة عندي جرين اللون الأغضر نمبر سري يا فرح بي الأخيرة الصورة الأخيرة اللي هي نحلة يالله يا فيروز جراس جراس إيه إس الإيه والإس تمام سمى سهلة سمى مش موجودة طيب اللي أو ها اللي أو إتبقى الإل والأو ها بعدها بيرد اللي هيكمل لبيرد أنا يسير أنا يسير أنا يسير عمد حسام أنا يسير عمد حسام بيرد بيرد نصر آي ودي آي ودي أمال من اللي داخل عندنا باسم محمد محمد مين محمد محمد من اللي كاتب اسمه مرتين محمد 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 يسير إيكرامي أيوة يوسف يوسف هيسير رفاعي باسم آيفون تمام 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 ده يوسف الايفون طب مين محمد محمد ها من اللي داخل باسم محمد محمد ها محمد مين طيب يلا يوسف حد ما نشوف محمد يا محمد راجع نفسك كده وانت وعرفنا انت مين يلا نعم يوسف اول واحدة تريسير الاخيرة ماشي يوسف ها وعندي بيه نحلة تمام اللي جنبها اما بوي اللي فوق النحلة يلو الاول ماشي رينبو الوسط جميل جدا طيب لما اجي حل سؤال زي دهوت هاجي على الصورة واكتب الرقم بتاع الكلمة تمام يبقى احنا بدل ما نوصل خطوط هنيجي هنا وت اقول له تري فين صورة تري تري اهيت تري نمبر كام وان اكتب هنا وت نمبر وان بي انا عمدت تمام هكتب هنا نمبر تو بوي هكتب هنا نمبر ثري يلو هكتب هنا نمبر فور رينبو هكتب هنا نمبر فايف تمام بنشوفك سرسائز تاني يلا يا مايا جران مادر يبقى بناخد دايرة على كلمة جران مادر كملي الاولى بنش بنش ها رد تمام جزئية الاولى محمد حسان بيقول لي ازير افش عايزنا اكمل الاجابات هو مديني بداية الاجابة وعايزنا اكمل يزير از يبقى يس اكمل بعدها كلمة زير از يزير از جملة التانية فيروز بيقول لي الزير افش افش هقول له نو ايه نو ايه از اسمها ايه از انت نو زير از 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 يلا يا رضاينة موجودة. تمام. محمد عرف هو محمد مين ولا لسه? محمد. اللي داخل باسم محمد. طيب تمام. يلا يا محمد يا حسين. يحيا الجملة الأولى في الترتيب كلام جميل يبقى is there element on the tree هل في لامونة عالشجرة is there element on the tree وكوستشن مارك الجملة الثانية يلا يا سامة the rainbow is beautiful يلا اتفضلي يا هانا there is an ant there is an ant كلام جميل اجي بعد كده مديني اكسرسايز تاني ده معانا في الهومورك اللي هي page seven and eight page seven and eight معانا في الهومورك تمام تعالوا نكمل يلا الجزء التاني مديني افلاور 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 now love see a bird a fish grandmother تعالوا نشوف ان there is a river في الحديقة بيوجد نهر وقدر اقول برضو ترتيب الجملة بشكل تاني there is a river in the park there is a river in the park ولكن طالما مديني i capital بتاعة in يبقى انا ببدأ ب in the park لكن لو مديني the capital يبقى هبدأ ب zero in the tree there is a bird معاناها فوق الشجرة او على الشجرة بيوجد طائر is there a boy on the grass انا طبعا لما اسأل ب is there بجاوب ب yes there is او no there isn't isn't وهنا مديني القاعدة زي ما شرحناها there is a rainbow in the sky يوجد قصقزح في السماء there is a bee in the flower بتوجد نحلة على الوردة لما اجي هنا واقول له there isn't يعني لا يوجد مفيش there isn't a river in the park لا يوجد نهر في الحديقة قادر اقول له there is not a bird on the grass لا يوجد طائر على العشب ده مش طائر ده جرافة هيت يبقى there is not لما اسأل ب is there اتفقنا طبعا الجملة اللي قولها is دي جملة سؤال عشان كده اخيرها question mark وبنجاوب عليها ب is or no there isn't بلما قول is there a fish in the river هل فيه سمكة فيه النهر هنا قلنا له yes there is is there a boy هل فيه boy هنا on the grass no there isn't 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 عشان فيه زير طيب ما نا ممكن اقول are there برضو ولكن انا اختارت is يا محمد عشان انا بسأل عنك is is there is yes there is is there is بقول زر إز وزر آر. أيوة بس أنا بقول هنا ياس بيديلي بعد إس. أيوة. برافيا يوسف. لو نو بالنط. لكن أنا ما عندش نو يبقى مش هنط. يبقى ياس زر إز. يوسف زر أبوي. زر. آر. آآ. 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 there isn't a boy number four there is a tree there is a there is a number five there is there and there and إنْ إنْ ذاقرص إنْ صارف إنْ صارف يبا هنا هي قوله إذن نمبر واحد إذن زير إذن تعرف أردبر Tekنشاء كتب جزير إذن نمبر سري محمد ممكن انا يزير؟ نقول لي يا ماي إز إز طبعاً الكابتل ده هي عشان أول الجملة إز الكابتل عشان أول الجملة في السؤال يبقى إززر أن أنت إن ذا جراس آخر جملة عندي يا آيسل بقول زيرز آيسل لا زيرز إن ذا بارك آآ أب لانت زيرز أبلانت إن ذا بارك زيرز أبلانت إن ذا بارك الجملة الأولى هنا لو حبنا نجاوب يا يحيا إززر إبوية نظا جراس نو نزي زير إزن نو زير إزن حامد حسام إززير أفش إن ذا ريفر Yes, there is. معي. Is there a lemon on the tree? Yes, there is. Yes, there is. فرح. Is there a bee on the flower? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. I will complete the activity with me in the homework, which is 12, and 13, and 14. We have the last one today, 14. Is it okay? Yes, it is okay. Yes, it is okay. Yes, it is okay. Do you have something that is not understood today? No. 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 Who doesn't understand? No. يوسف، كيف امش بخصصة؟ لا يسكر. كل سنة وانت طيبة أياحية. تعالو لي المئكس بخصصة. دعاوبنا طبعاً tough now. نقرأ فيها الكلمات مرة تانية. يبقى احنا خصصة 14 في الhomework. سوف نأخرين مرة تانية مع بعض. ليس طبعاً قلنا flower. A flower, a flower, a park, grass, a tree, a river, beautiful يصفت معنى جميل أو جميلة Rainbow, a plant, bench بتجيني بعد كده Where, قلنا أداة استفام بمعنى أين بتسأل عن المكان The sky, السماء An ant, قلنا نملة A bee, اللي هي نحلة A boy, قلنا ولد A lemon, اللي هي لمونة Now, الآن Love, بمعنى يحب See, قلنا يرى A bird, طائر A fish, قلنا سمكة Grandmother, جدة قلنا في الجمل اللي مطلوب عندي هنا In the park, there is a river واقدر أقول there is a river in the park ولكن طبعاً مش هبدأ بزير إلا إذا كان مديني كلمة زير capital إنما هو مديني كابتل في إن يبقى ببدأ بإن In the park, there is a river وما نساش There is وإن هي اختصار لزير إز A river وإن طبعاً بما إن هي فيها عند الإيه اللي بتشير للمفرد يبقى باستخدم قبلها إز وليس آر لإن عندي في الوحدة التانية هلاقي عندي زير آر زير آر اختها الجمع هتجيلي في الوحدة اللي بعدها يبقى لازم أبقى فاهم الأول المفرد إزاي وباستخدم معه إيه قلنا هنا There is a river يوجد نهر In the tree There is a bird على الشجرة موجود طائر إز الزير آه الجملة هنا أولها إز بمعنى هل قلنا بنجاوب عليها يا إما بيس يا إما بنو لو هجاوب بيس يبقى قول يس زير إز ولو نو يبقى اسمها نو زير إزن زير إزن تمام 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 ياسير تمام أوكي يلا روح نشجع بقى يلا روح نلأ يلا good night good night good night bye good bye good bye